يا رجل بالله عليك والكلام من الذهب إلى ابن تيمية يقول له يا رجل بالله عليك كف عنا فإنك محجاج عليم اللسان لا تقر ولا تقر ولا تنام إياكم إياك ابن تيمية إياكم يا تيمية إياكم والأغلوطات في الدين كره نبيك صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال وقال أن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق يا ابن تيمية الذهب يقول لك أخوف ما يخاف النبي على أمته منك ومن أمثالك يقول وقال صلى الله عليه وآله وسلم أن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان مثل ابن تيمية واتباع ابن تيمية تخذ العلم حرف يستغله في نفاقه وفي إرهابه وفي سفكه للدماء وفي تكفيره للناس يقول وقال أن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان وكثرة الكلام يكمل الذهب يقول وكثرة الكلام بغير دليل تقسي القلب إذا كان في الحلال والحرام فكيف إذا كان في العبارات اليونسية والفلاسفة وتلك الكفريات التي تعمل قلوب والله قد صرنا ضحكة في الوجود لاحظ الذهبي لماذا يقول صرنا ضحكة صرنا ضحكة لأن الذهب هو على النهج التيمي لكن تابع في آخر حياته هذه الرسالة في آخر حياته أرسلها إلى ابن تيمية بعد أن صار ضحكة في الوجود صار مهزلة بين الناس صار فضيحة بين الناس فالتفت إلى نفسه وإلى ما هو فيه وإلى المنهج المنحرف الذي هو فيه فأراد أن يصحح فأرسل هذه الرسالة إلى ابن تيمية يقول والله قد صرنا ضحكة في الوجود فإلى كم تنبشوا الدقائق الكفريات الفلسفية لنرد عليها بعقولنا يا رجل قد بلعت سموم الفلسفة ومصنفاتهم مرات وبكثرة استعمال السموم يدمن عليها الجسم وتكمن والله في البدن وأشوقاه إلى مجلس فيه تلاوة بتدبر وخشية بتذكر وصمت بتفكر واهن لمجلس يذكر فيه الأبرار فعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة بل عند ذكر الصالحين عند مجلس التيمية مجلس التكفير والإرهاب يقول بل عند ذكر الصالحين يذكرون بالازدراء واللعنة يقول له كان سيف الحجاج كان سيف الحجاج ولساد بن حزم الشقيقين فواخيتهما بالله خلونا من ذكر بدعة الخميس وأكل الحبوب وجدوا في ذكر بدعة كنا نعدها رأسا من الضلال قد صارت هي محظة سنة وأساس التوحيد لاحظ هذا التجسيم التجسيم الأسطوري الصور الكارتونية السندبادية البحرية البرباء الشاطرية الخرافة التيمية هذا التجسيم وهذا الجسم وهذه الصور المليارية والأجسام المليارية التي تجسد بها الدراب صارت من أساسات التوحيد صارت هي محظة سنة وأساس التوحيد يقول وجدوا في ذكر بدعة كنا نعدها رأسا من الضلال قد صارت هي محظة سنة وأساس التوحيد ومن لم يعرفها فهو كافر أو حمار لاحظ من لا يقبل بما يقولون من خرافة ومن خزعبلات ومن أساطير ومن جسم وأجسام للإله للرب يقول يتهمون هذا ومن لم يعرفها فيقولون فهو كافر أو حمار ومن لم يكفر هؤلاء فهو أكفر من فرعون لاحظ نفس الإسلوب نفس الكلام ليس بجديد ما تسمعون الآن الآن ما تسمعون من خطاب الدواعش من الخطاب الإرهابي في كل العالم باتجاه كل الناس من المسلمين ومن غير المسلمين في بلاد الشرق وفي بلاد الغرب نفس الإسلوب الأساس والأصل والمنبع هو أبن تيمية وفكر أبن تيمية لاحظ نفس الكلام يقول ومن لم يعرفها فهو كافر أو حمار ومن لم يكفر فهو أكفر من فرعون وتعد النصارى مثلنا والله في القلوب شكوك لاحظ الذهب يشكوك حتى في شهادة أبن تيمية يعني حتى لا يعتقد يشك بأصل إسلام أبن تيمية يقول والله في القلوب شكوك إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد إذا سلمت بالشهادتين بين يدي الله فأنت سعيد حتى بالشهادتين لا تسلم يا ابن تيمية يعني في تقييم وفي عقيدة الذهبي بأن ابن تيمية خارج عن الإسلام أصلا حتى لا تصح منه الشهادتين الذهبي يكفر ابن تيمية يقول والله في القلوب شكوك إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد